موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والطبيب الأردني لبروفيسور صالح الدسوقي تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد احذر صهيون هنا غزة احذر صهيون احذر صهيون فلا مهرب بدء التاريخ هنا يكتب احذر صهيون فلا مهرب بدء التاريخ هنا يكتب أصداء الكون بنا هتفت في غزة شعب لن يغلب أنشب أظفارك أنشب أظفارك إن لنا علما بالقط إذا استكلب أنشب أظفارك إن لنا علما بالقط إذا استكلب عربدة الموت سنلجمها عربدة الموت سنلجمها جئناك أسودا فتأهب ستضيق الأرض بما رحبت وتكون كأهون ما يطلب سبعون سبعون مضت ما زلت بها فأرا في الظلمة يتثعلب سبعون مضت ما زلت بها فأرا في الظلمة يتثعلب لكن لم نغف اليوما كنا ثارات تتوثب وتعد لرأسك مقصلة عطشة لدمائك فترقب ما عاد يفاجئنا صمت في سوق الساسة يستعذب ما عاد يفاجئنا صمت في سوق الساسة يستعذب الكل يتاجر في دمنا بجحيم الذلة يتقلب لا زحف لديه سوى زحف لحذاء السادة يتقرب لا زحف لديه سوى زحف لحذاء السادة يتقرب ما لم يهتز له عرش فيقين يوما لن يغضب احذر صهيون احذر صهيون هنا شعب تعب الطاغوت ولم يتعب احذر صهيون هنا شعب تعب الطاغوت ولم يتعب افعل ما شئت افعل ما شئت لنا رد هو فوق خيالك بل اغرب من اقوى بل قل من يبقى من اقوى بل قل من يبقى في هذه الارض ومن يذهب في هذه الارض ومن يذهب بعد هذه الجولة في رحاب القصيد ادعوكم الى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي اصعد الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين انا الكاتب والناقد الاردني وسيد الحوتري وهذا كتابي روايات تحت الشمس هو عبارة عن قراءات نقدية في روايات عربية في هذا الكتاب قمت بعمل قراءات نقدية لمجموعة من الروايات العربية المنوعة اخترت بها كتابا وروائيين من اماكن منوعة في الوطن العربي فهناك الكاتب الفلسطيني وهناك الكاتب الاردني وهناك الكاتب العراقية والكاتب الكويتي وهكذا صلت ضوء في هذه الدراسات وهذه القراءات النقدية على عدة امور لم اتبع منهاجا نقديا واحدا في قراءتي ولكن اتبعت مناهج متعددة في هذه القراءات كانت الحرب هي العنصر او الثيمة الرئيسية في معظم الروايات التي تطرقت اليها اما اسماء الروائيين الذين ذكرتهم في هذه القراءات فهي القراءة الاولى كانت لاميل حبيبي روايته المتشائل ثم بعد ذلك تطرقت الى رواية غسان كنفاني عائد الى حيفا ثم الكاتب الاردني احمد ابو صبيح مذبحة الختام والكاتب الاردني سامر المجالي ومجد عيبس الروائي الاردني وهكذا يعني يوجد كمية لا بأس بها من القراءات النقدية في هذا الكتاب يمكنكم الاطلاع عليها كل قراءة ناقشة موضوع مختلف عن الموضوع الاخر شكرا جزيلا لكم ودمتم بكل خير الخط العربي هذا الفن الجميل الذي ابدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج مبدئة كانت له مساحة جميلة في حلقتي هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم بدي اكتب او نتكلم عن الخط الحر طبعا هذا الخط الحر كل انسان او كل الخطاط له طريقته في كتابته يعني بمعنى انه الخط الثلث كل يشترك بنفس القاعدة الا خط الحر هذا قاعدته فقط مع الكاتب يعني ما اللي بكتبه مثلا انا غيري ما ما بقدري قلده اللي بكتبه غيري انا ما بستطيع قلده فهو من الخطوط اللي تعطي هو انت ما بسك جماليته بتصورك انت كيف التعطيل للناس مثلا خلنا نقول الخط الحر ممكن نستعمل الخط الحر لل لوحات اعلانية وغالبا عم بستعملوا لللوحات الاعلانية ولكن كل واحد بكتبه بطريقته انا هذي طريقتي غيري ما بقدر يكتب زيها لانه هذا انا نفسي غيري خلص غيري خلص بكتب على هواه لكن انا بحب الخط هذا جميل و نلاحظ في نفسي نفسي وهذا هو الخط الحر اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والطبيب الأردني البروفيسور صالح الدسوقي فاسمحوا لي ان ارحبوا بضيفي اهلا وسهلا بك اهلا بك الشاعر والطبيب الأردني البروفيسور صالح الدسوقي ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين بارك الله فيك وشكرا جزيلا استاذ محمد شكرا لاستضافتي انا يعني اعجز عن الشكر وانا شديد الفخر بان منحتموني هذه الفرصة لأقدم بعض ما انتجت من الشعر حياك الله حياك الله اهلا وسهلا بك اهلا بك يعني بداية حضرتك اكملت دراسة الطب في الجامع الأردني عام اربعة وثمانين وتسمعتين والف وعملت في مجال الطب إلى عام ثمانية وثمانين في الأردن ثم غادرت ومرت بمحطات ثم آل بك المطاف إلى الولايات المتحدة وأكملت وتبعت الدراسة فحصلت على البوردن الأمريكي ثم بلقت رتبة بروفسور في الطب وبقيت في يعني مع شغلك ودراستك في الطب تشتغل على الشعر فترة سنوات الغربة تجربة الغربة الفراق الوطن والخوض لغمار الشعر هل تشعر انك يعني التحقت بركب شعراء المهجر؟ نعم يعني أنا كانت ربما مصادفة أني دخلت ميدان الشعر منذ الدراسة الإعدادية أنا توجه علمي ولكن أخي الأكبر إبراهيم كان في المجال الأدبي كنت أستمتع بما أسمعه يقرأه ويدرسه لأننا كنا في غرفة واحدة فأحببت الشعر وأنا ربما محبتي وانخراطي بالشعر واهتمامي به ربما نشأ عن ربما أنا أميل للموسيقى بشكل عام منذ نعمة أظفار يعني الموسيقى لغة عالمية تبدأه الأمهات بالغناء لأطفالهم لتنويمهم ووجدت فيه الشعر العربي العمودي الموزون وجدت فيه نوعا من الموسيقى التي دخلت ربما قلبي قبل أن تدخلها تفكيري فانغماسي بالطب حقيقة شغلني عن التركيز على الشعر أكثر أنا تعلمت فن العروض لما كنت في الأول إعدادي يعني الصف التاسع أو السابع أو الثامن وكتبت بضعة قصائد ولكن سرعان ما دخلت المرحلة الثانوية وأردت أن أجتهد وأحصل علامات عالية في الثانوية ثم دخلت كلية الطب وبعدها يعني الطب شغلني ولا يزال يشغلني حتى يومنا هذا أتمنى دائما كنت أسرق نفسي من نفسي من الطب لأتفرغ ساعة أو ساعتين الغربة طبعا كان لها أثر كبير الحنين للوطن صدقني أستاذ محمد يعني وطني لو شغلت بالخلد عنه يعني نازعتني إليه في الخلد نفسي يعني لا يمكن أن تنسى وطنك الوطن هو يعني قد يكون أكثر من مكان ليس بالضرورة أن يكون الوطن الذي ولد فيه الإنسان ولكن المكان الذي عاش فيه فترة طويلة وأن الوطن العربي هو بالنسبة لي جميل حلطك هناك قاسم مشترك بينك وبين شعراء المهجر في الغالب يعني هم طبعا نسبة كبيرة منهم استقروا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأنت عشت في أمريكا الشمالية في الغالب يعني يعني هل ألم يعني يولد لديك فضول أنك تذهب تتبع أخبارهم آثارهم أين عاشوا أين سكنوا هل هناك هل ما زالت هناك آثار لهم تعرف حضرتك أنه يعني في مراحل هجرتهم وأسسوا رابطة القلم في المهجر يعني هناك صدع عالي كان لهم في تلك المراحل لا أدري الآن يعني أحفادهم هل يحفظون هذا الإرث يعني هل دفعك الفضول مثلا أو الرغبة أنك تبحث عن آثاره إلى درجة كبيرة لقد ضربت على وطر حساس أنا يعني في مجال الطب قبل ربما عشرين سنة كان لي زميل طبيب أمريكي في ولاية ميزوري توفي له ولد في هذه السيارة فكتبت له إيميلا أعزيه فرد علي بقصيدة لجبران خليل جبران بالإنجليزي اسمها أولادنا أنا طبعا كنت سمت وقرأت وأعرف جبران خليل قبل أن أهاجر إلى أمريكا وطبعا إليا أبو ماضي كان دائما موجودا في كتب اللغة العربية وحفظنا كل قصائده قد سألت البحر يوما والقصائد الفلسفية كلها فأنا قلت إذا كان هذا الأمريكي يتكلم عن جبران خليل ثم بعدها بسنوات مر علي زميل في العمل اسمه خليل وهو أمريكي يعني اسمه الأول خليل واسمه الأخير نسيته ربما سميث أو جورج أو كذا فقلت له من سماك خليل؟ قال أبي كان يعشق خليل جبران خليل جبران فبدأت أدرسهم ودرستهم واقتنيت مع كل كتب جبران خليل ودرسته ودرست عن الرابطة القلمية وعن إليا وعن رفاقهما ودرست بعمق جبران خليل جبران وأنا حاليا أحلم وأحلم منذ عدة سنوات بإحياء الرابطة القلمية وتكلمت مع الجامعة عندنا في قسم اللغة العربية دعونا نحيي التراث هؤلاء العمالق الذين أدخلوا اللغة العربية والأدب والشعر العربي إلى عقر أمريكا نعم ألم تلتقي بأحفادهم مثلا؟ لا للأسف ربما في يعني طبعا هم أسسوا الرابطة القلمية سنة 1920 على ما أظن ثم بعد ذلك توفي جبران في عمر صغير ربما في أواخر الأربعينات وكان مريضا بأمراض عدة ثم بعده إليا أبو ماضي أسس مجلة السمير وظلوا في منطقة نيويورك وفي شرق أمريكا ولكن بعد أن توفيوا يعني وآخرهم نسيت من آخرهم في ربما الثلاثينات أو الأربعينات انتهت ولكن ظل ميراث جبران خليل جبران بالذات للأسف كشاعر وأديب أمريكي جميل حضرتك لم تنقطع عن الشغال بالشعر منذ السن اليافئة من خلال متابعة للسيرة الذاتية لحضرتك تمام لكن اللافت للنظر أنه ديوانك الأول أجان مهاجرة يعني تأخر طويل حتى أصدرته في هذا العام يعني التأخير في الإصدار يعني هل هو قلق أن تكون التجربة الشعرية لم تصل إلى مستوى النضوج المطلوب لا ليس هذا السبب أنا ألوم ضرة الشعر لدي الإنسان لما يكون له زوجتان تكون ضرة ضرة الشعر بالنسبة لي هي الطب الطب هو الذي يشغلني يعني أنا أشعر أحياناً القريحة تأتيني ربما أحياناً في النوم وأحياناً وأنا يعني أستحم وأحياناً وأنا يعني طبعاً هكذا هو الشعر تمام ولكني أكبتها لأنني أعرف أنني لو أردت أن أستسلم لأول بيت فلن أنام وقد تأخذ القصيدة أسابيع وربما شهور وهناك قصائد استمرت سنوات حتى اكتمنت لا هو الطب يعني أنا طبعاً لا أدعي أنني شعر يعني أنا الشعر هواية يعني كثير من الناس الذين في المجال العلمي والذين يعني دخلت في قلودهم يعني محبة الشعر أو الأدب أو الرسم أو الفنون إذن هو الانشاغل بالطب آخر أصدار أو إشراق الشعر دلمشهد الثقافي حضرتك عرض قصائدك على مجموعة من الأصدقاء والمعارف ممن يهتمون بالأدب والشعر ومنهم الشعر طبيب عصام العمد رحمة الله عليه أنا حقيقة التقيته على مدى سنوات قبل رحيله رحل عام 2013 رحمة الله عليه واشتركنا في أمسيات وأيضا استضفته في برنامجي مصادفة رائعة جميل جدا وعارض أحد قصائدي وهي قصائد الطميع الأمنيات وموجودة في ديوانه الوجدانيات رجل أديب شاعر كيس وأيضا طبيب يشترك معك بهذه الصفة أريد أن أسمع منك ماذا قال عصام العمد عن تجربتك الشعرية نعم المعذر إذا استخدمت بعض الكلمات الإنجليزية رحمه الله يعني هو كان معرفة عن طريق نوع من النسب عن طريق فقيل لي قال لي معارفي اعرض شعرك على الدكتور رحمه الله فذهبت إلى عيادته في وسط البلد نعم وقابلته كانت المرة الأولى كانت خصص أطفاله تمام والوبائيات يقول رحمه الله فيما كتب هنا قرأت ما أنتجه الدكتور صالح من القصائد أكثر من مرة فوجدت عنده موهبة الفن والأدب كما أنه طبيب حاذق وحاصل على أعلى التخصصات في الأمراض الباطنية إلى آخره وللحقيقة أقول بأن العلاقة بين الطب والأدب علاقة قديمة وخالدة فالطب فن وعلم وممارسة والأدب فن وموهبة ومطالعة ثم يستمر فيستشهد ببيت البيت الشهير للشاعر الطبيب وجيه البارودي الذي يقول أتيت إلى الدنيا طبيبا وشاعرا وداوي بطب الجسم والروح بالشاعري ثم يتحدث عن أنني تناولت المواضيع الخصوصية لأنه أنا أردت من هذا الديوان أن يكون نوعا ما مختلفا عن بقية الدووين أو المعروف أنا لا أريد أن أحدث ثورة أو دربكة جميل إذن كان له رأي طيب في هذه التجربة جميل يعني شعارة عرب أطباء كثر مررنا على تجاربهم ومنهم السوري الذي حضرتك مررت عليه وهو وجيه البارودي صاحب هذا البيت الذي يقول أتيت إلى الدنيا طبيبا وشاعرا أداوي بطب الجسم والروح بالشاعري جميل أيضا الشاعر المصري إبراهيم ناجي وتحدثنا قبل قليل عن الشاعر الأردني الفلسطيني الدكتور عصام العمد رحمة الله عليه إلى أي مدى استفدت من تجارب هؤلاء هؤلاء سبقوك إلى ميدان الطب والشاعر إلى أي مدى استثمرت أو طلعت على تجاربهم وانعكست على تجربتك الشاعرية طبعا أنا سمعت عنهم وربما لم أقرأ لهم الكثير أيضا بسبب ضرة الشاعر أنا عندي تخصصي ومرضايا الذين يأخذون معظم ووقتي ولكني طبعا سمعت عنهم وربما طبعا إبراهيم ناجي يعني من لا يعرف إبراهيم ناجي وما صدحت به أم كلثوم قصيت الأطلال الأطلال يعني هذا يعني رائع من الروائة ولكن أنا كان لي شرف الإختلاط بشاعرين معاصرين لا زال على قيد الحياة وهما طبيباني وأديبان الأول هو الدكتور حسان شمسي باشا هو طبيب سوري كنا نعمله سوية في المستشفى العسكري في جدة وهو أديب ليس شاعر وإنما أديب وهو أغدا كتب في مقدمتي هنا طلع أردت عليه الديوان القصائد الأولى وكتب كلاما مشابها للأستاذ المرحوم الدكتور عصام العمد هذا واحد والثاني الدكتور حجر أحمد حجر وهو ابن القاضي الشرعي في قطر المعروف العلامة الشيخ أحمد بن حجر فالدكتور حجر هو الآن ما شاء الله كان أستاذنا في الدوحة لما آمن عملته بالدوحة وهو طبيب قلب خريج أمريكا ولكنه شاعر شاعر جزل له قناة هو قطري؟ قطري نعم هو قطري وإحدى في يوم من الأيام كتب قصيدة تقلب القلب بين الطبي والأدبي هو طبيب قلب فأراد أن يتحدث عن القلب من منظور الطبيب من جهة ومن منظور الأديب من جهة أخرى في قصيدة حوالي خمس أو ست أبيات موجودة هنا في الديوان يقول فيها بمعنى أنه ما هي وجهة نظر الطبيب وبيعرف القلب أنه مجرد صمامات وغرف ولكن الأديب والشاعر ينظر إلى القلب كمكان للعواطف وللحب والكر وهكذا فأنا عرضته في قصيدة على نسل الوزن على طريقة المعارضات وقلت فيه تقلب القلب بين الطبي والأدبي مذقام صاحبنا يجمع يعني بما هذا المعنى فهي منشورة هنا القصيدة جميل هل أيرى تصوره عن القلب هذا التخصص عندما اشتغل القلب ودخل إلى كل تفاصيل القلب طبعا الشعراء طالما أشركوا القلب في وجدانهم في وجدانياتهم وأحزانهم ورومانسياتهم وكل ما يكتبون فيه لأسيما الشعر الوجداني دائما القلب حاضر في هذه الكتابات لكن الطبيب عندما يدخل إلى القلب وينظر إلى التفاصيل بمادية وعلمية هل تغير منظور الطبيب إلى القلب عن منظور الشعر؟ سبحان الله الأطباء بشكل عام معظمهم هم فقط الأطباء الذين يعالجون ويداوون ومنهم من ابتلي مثلنا بالشعر بالشعر وطن لما نظر مختلفة يعني يقول الذين الزملاء الذين كتبوا هنا وأنا أدرك ذلك أن سبحان الله الطبيب يعني كثيرا ما يكون مرهف الإحساس لأنه يعالج المرضى وعندهم آلام وعندهم مشاكل وعندهم فيصبح قلبه رقيقا فإذا كان مبتلا بالشعر فإنه يعني يخرج يعني عشانك ربما شعر يختلف عن الشعر يعني بقي القلب في نظره كما كان كما كان لم يتغل لأنه مع أنه رآه نعم ربما إما بعينه إذا كان جراحا وإما من خلال التنظير نعم بقي القلب قلبا يعني أنا أستغرب هذا القلب يعني أين الحب فيها أين معذرة الدكتور أين معذرة الدكتور صالح سنقوم بعد الفاصل معذرة معذرة نعم فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والطبيب الأردني البروفيسور صالح الدسوق يعود إليك دكتور صالح كنا نتحدث عن أن الطبيب المختص في القلب والشاعر في آن واحد أريد أن أعود أيضا إلى البدايات كما علمت أول ناقد لشعرك هو مدرس العربية لأخيك إبراهيم إبراهيم كان يسبقك ثلاث سنوات ثلاث سنوات هو في مرحلة الثانوية وأنت في مرحلة الإعدادي الإعدادي في الأردن الإعدادي ما يعادل عندنا في العراق المتوسط تمام يعني مرحلة ما بين التدائية والثانوية تمام وأنت كنت في المرحلة الإعدادية ومرحلة المتوسطة تمام وكنت تستفيد من أخيك إبراهيم وكلفت إبراهيم أنه ينقل قصيدة لك إلى المدرس العربي حتى ترى رأيه وكان رأيه صادما لك يعني بدي أن تحدثنا كيف كان الأكاس هذه التجربة النقدية القاسية عليك نعم كانت صدمة وأصبته بالإحباط وقال لي أخي على استحياء باللغة العامية أنه كل أخوك يرمي القصيدة يمزح ويرميها بالزبالة والله يعني أنا أنا متعود أكون من الأول على صف لكن حرام علي أنه قتل المواهب وقد المواهب أن يعطي أملا المفروض أبدا والله يعني أنا طبعا يعني أنا كنت متصور أنه أنا بالأول إعدادي وصرت أشعر الشعراء يعني طبعا هذه الغرور أنها يلا خد أعطيها لأستاذك والله كانت ضربة قوية طبعا أنا فيما بعد مزقت القصيدة ولا أذكر هي كانت على مجزوء أظن الوافر مفاعل مفاعل وهي كانت قصيدة وطنية يعني بس فيما بعد أدركت أنها ركيكة جدا يعني كانت طيب وندرسوا العربية لأخيك إبراهيم هل كان ملما بعمل العرض؟ طبعا هناك من هما يدرسون العربية لكن غير ملم بعمل العرض لا لا طبعا كثيرا أخي إبراهيم هو يعني ليس لا يكتب الشعر ولكن هو يساعدني في مراجعة نعم قد راجع ديواني هذا ولم أكتب له شكرا بعد لأنه راجعناه في مؤخرة من راجعه؟ إبراهيم؟ أخوي إبراهيم نعم هو وأخي يعني ممثل وهو يعني مثل في المسرح الأردني ويعني كل أصحابه كانوا من كبار الأدباء والممثلين والفنانين الأردنيين المعروفين وبعدها يعني أصبحت شاعرا وقفت على أرض صلبة نعم ولكن بعد عدة سنوات أنا انقطاعت بعدها عدة سنوات حتى تجرأت أنك تعارض شوقي أستقر الله في قصيدة سلو شوقي عنوان قصيدة أحمد شوقي سلو قلبي وأنت كتبت سلو شوقي كيف ولدت فكرة هذه القصيدة؟ والله أشكرك على هذا السؤال الذي حضرت له فرجعت للقصيدة لأتذكر أنا كما تنقشنا قبل البرنامج أنا ربما من العلات أو من الـ أنني لا أحفظ ما أكتب يعني أو إلا ما كان مشهورا هذا الده أغلب الشعراء مصابون به ويحملون معهم أوراقهم حتى يقرؤون منهم طبعا الشاعر يحفظ مطلع القصيدة ربما بيت أو بيت بعد المطلع وختام القصيدة لأنه أهم ما بالقصيدة هو المطلع والختام يجب أن يكون هناك فكرة جديدة فكرة مدهشة للمتلقي يعني هناك بصمة مختلفة عما سبق فدائما المطلع والختام القصيدة يحفظه الشعر لكن المتن غالبا ما يغيب خاصة عندما القصاعد التي لا تقرأ دائما تمام فأنا لما رجعت أقول هنا في المناسبة بعد انقطاع مؤقت عن الكتابة في ربيع سنة 2020 وفي خضم جائحة الكورونا زارتني القريحة وأنا داخل في قيلولتي ما بعد الظهر وأصابني حنين مفاجئ للوطن ولا أدري كيف بدأت القصيدة ولكن خطرت ببالي وتخطر ببالي دائما يعني كثير من قصائد شوقي وأغاني أم كلثون فخطرت على بالي قصيدة سلو قلبي غدا تسنى وتابع فسبحان الله بدأت أدندن أنا دائما أدندن 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 حتى يطلع البيت الأول فما الشطرين نعم لما يطلع الشطرين بيكمل فأنا قلت سلو شوقي أكان سلا وثابع وهل عن حبي مصر القلب تابع فأنا قلت خلينا نعمل قصيدة جديدة على نفس وزن وقافية سلو قلبي ولكن ننقلها إلى أجواء الأندلس حيث كان يعيش أمير الشعراء وحيث بث حنينه إلى مصر في قصيدة أخرى اختلاف النهار والليل ينسي أذكران للصبا وأيام أنسي وهي السينية التي عرض فيها سينية البحتري نعم صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدع كل جمسي فأنا أخذت محتوى القصيدة الحنين للوطن لكني أدخلتها على سلو قلبي فجاءت قصيدة سلو شوقي نعم نسمع مقطع منها نعم سلو شوقي أكان سلا وثابع وهل عن حب مصر القلب تابع وما فعل الغياب بقلب شوقي وهل طول الغياب نفى الغيابة وهل حسن المقام شفى جروحا أم اشتدت بداخله التهابا وهل أس الزمان جروحا شوقي أم استعصت عليه وسد بابا لعل على الزمان له عتاب فهل ترك الزمان له عتاب جميل 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 أنت ابن الأشرفية الأشرفية أو جبل الأشرفية أحد أحياء عمان الشعبية في شرق عمان نعم كتبت قصيدة تستذكر تفاصيل حي وتراها أجمل أجمل البلاد يعني هنا السؤال لماذا لا نرى تفاصيل الجميلة في بلادنا إلا عندما نكون بعيدين عن الوطن عندما تفصلنا المسافات البعيدة الطروف والأحوال تمام هذا التفاصيل الجميلة لماذا لا نرى هو نحن داخل البلد؟ يعني سؤال رائع وهذا يعني يدخلنا في فيزيولوجيات وصيكولوجيات الدماغ والعقل الإنساني في مقولات بالإنجليزية وكذلك في العربي الإنسان لا يقدر الشيء وهو بين يديه لكن إذا غاب عنه يقدره والغربة والهجرة والبعد عن المكان المحبب أو عن الشخص المحبب أعتقد هو شيء يعني إنساني يعني لا أدري حتى الحيوانات ربما يعني أعتقد عندهم ذلك هو طبعا بالإنجليز يسمى النوستالجيا أو الحنين هذا شيء لا يتولد وأنت تعيش أنا يعني عشت في بيتنا ولعبت في الحواري والزقاق ولكني لم أقدر ذلك قدرت ذلك لما ابتعدت عنه وهو شيء يعني إنساني سايكولوجي يعني لا تفسير له نعم لا تفسير له طبعا عندما نكون بعيدين عن الوطن ننسى المنغصات ولا نتذكر إلا التفاصيل الجميلة وهو أنا أراه نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنك عندما دائما تستحضر المنغصات سيكون هو كبير بينك وبين الوطن جميل بدوانك الآخر الشعر في الصغر يعني تقول منتهى أملي أن يصبح الديوان مادة دراسية للأطفال العرب في المدارس الابتدائية والإعدادية وقلنا الإعدادية في نظم بعض البلدان العربية اللي هي المرحلة المتوسطة ما بين ابتدائية والثانوية وفيه قصيدة للمعلم التي تقول فيها عيدك اليوم سعيد فيه كم يحل النشيد على بحر الرمل بحور الجميلة بدي أن نتحدث عن هذه القصيدة متى كتبتها؟ نعم أعتقد 1975 وأنا أذكر ذلك جيداً ذكرنا الأستاذ الدكتور أنور الشعر بالمرحوم الأستاذ محمود شلباية وهو كان مدرس الرياضيات في مدرسة وكالة الغوث في مخيم الوحدات والتي كنت أدرس فيها درست فيها معظم دراستي حتى الإعدادية ثم انتقلنا إلى ثانوية حسن البرقاوي في الأشعر فيه فكان يوم المعلم في السابق كان يحتفلوا بيوم المعلم يوم 21 آذار وفي آذار أشياء كثير ومناسبات عيد الأم عيد المعلم شم النسيم أنا أعطيت محاضرة في يوم من الأيام كانت في آذار آذار له علاقة عجيبة مع الشعراء تمام يعني بالتأكيد في يوم المعلم في الأردن كان يحتفى به في 21 آذار وكنا في المدارس لا تدريس في ذلك اليوم كل صف يقفل الباب على الأستاذ المربي الصف ويحتفلون به وأنا كنت في الثالث أعدالي أو المترك يعني سابقا كان يحتفلون في آذار عيد المعلم في سبيل أردن حاليا في تشريل الأول شهر العشر نعم في أكتوبر وأنا ذلك موجود يعني بالديوانين كيف اختلفت التواريخ ولكن فأنا في هذه المناسبة كنا جاء يعني الطلاب الصف حضرنا كيك وأشياء وزيننا الصف وكذا وجاء الأستاذ وقلت للأستاذ شلبيا وكان رحمه الله أستاذا شديدا ولكنه كان يقرد الشعر وقلت له ما رأيك بهذه القصيدة قل لي جميلة وعدل فيها بيتا وقال ألقيها فألقيتها في الصف وكانت تقريبا من أوائل القصائد التي كتبتها بعد أن أصبت بالصعقة بالإحباط ربما كان سنتبه جيد أن هذا الإحباط أو هذا القسوة من معلم أو مدرس العربية لم تنتزع من داخلك رغبة الشعر نعم يعني هو كان قاسي كان بإمكانه أن ينقل لك لو قال له أحضره دعني أتكلم معهم نعم يعني ناديه لأراه أو أنه عليها أن يقرأ كتب الشعر كتب العروض فليستفد من هذا الأمر كثيرا حقيقة من المدرسين كانوا يفعلون مع الطلاب هذا الأمر عندما يشعر هناك موهبة لذي الطالب فينصحوا في أن يقرأ كتب معينة وأنا مرت بهذه التجربة أن أستاذ خالد دليم رحمة الله عليه مدرسة وعلى أيدي مع حلقة الثانوية عندما التمس لدي رغبتي في هذا المجال نصحني بإقتناء مجموعة من الكتب من ضمن الكتب التي نصحني بأن أقتنيها هو فن التقطيع الشعري لدكتور صفاء خلوصي لكن سامحه الله هذا المدرس لكن جيد أنها لم تتزمدك أنا أشكره لأنه ربما يعني أعاد ربما هذا الصعقنا عن دفعتك أكثر أنه يجب أن أتحسن جميل هذا الكتاب والديوان الذي أخذ عنوان الشعر في الصغر ضمنته نبذة عن علم العروض نعم حضرتك يعني في الفصل الأخير من الكتاب نبذة عن علم العروض وبحور الشعر نعم طبعا هذا العلم صعب ومعقد وكما قلت أنا كثير من المدرسين العربية وحتى من هم يمتلكون تخصات عالية في الأدب في الجامعة تخصات أكاديمية هو غير ملم بالعروض تمام يعني لم يجروا أكاديميون مختصون في الأدب على الخوض في غمار علم العروض نعم فكيف تجرأت تخوض في هذا التعقيد نعم والله أنا لأنني درست أنا لا بالنسبة لي أولا أقول أنا الشعر هوي بالنسبة لي ولا أدعي أنني شاعر أو هي محاولات فبما أنني بالصدفة أو لحسن الصدفة وبالتوفيق من الله عز وجل وبمساعدة أخي عرفت هذا الفن منذ نعومة أظفاري ووجدت الجمال فيه أريد أن أنقل ذلك إلى الأطفال فهي ليست جرأة أنا لا أريد أن يعني أنا مثلا يعني أنت خصصت الأطفال بهذا الجامعة نعم هو أصلا هو كان يعني الشعر في الصغري نعم هذا هو الشعر في الصغر يعني هو كان له عنوان آخر بس غيرناه شوي أنه أريد أتمنى لو أن الأهالي أو الأباء والأمهات الذين يحلثون على اللغة العربية والشعر والأدب أن ربما ليس بهدف شراء أو كذا التسويق للديوان وإنما يقول يا ولدي أو يا ابنتي هناك علم هناك فن هو العروض هو الفن الموسيقى يعني بتلاحظ أنا هاي مثلا كثرت المواحظات على نوتا موسيقية لأنه أنا درست الألبيانو وتعلم فأنا قلت أنا دخلت علم أو فن الشعر لأنني لأنه كل إنسان عنده أذن موسيقية وشعر موسيقى تمام وأنا فقط أردت أن أقدم لا أريد أن جميل حضرتك استعرارت فيه هذه النبذة والفصل الأخير لهذا الكتاب بحور الفراهيدي الخمسة عشر ثم الأحمد الذي نعم الأخفش الخليم الأحمد الفراهيدي ثم أضفت المتدارك الذي هو تدارك به الأخفش أو البحرس المتدارك وهو المتدارك سمي المتدارك سمي الخبا له عشرون أثنين نعم لكني من خلال الطلاع على ويعني معلوماتي البسيطة عن العروض أنك عقدت الأمر على القارئ أنت تقول أتمنى أن الأطفال يطلعوا حتى يتعلموا العلم العروض الآن أنت عقدت الأمر لما فقط تحدثت عن البحور ويعني أوردت يعني شرحا بسيطا عن الكتابة العروضية أو التقطيع التقطيع الشعري يعني يحتاج الذي يطلع على هذه النبذة يعني يجب أن يكون هو يعني واصل إلى مراحل أنا في رأيي حتى يفهم ما كتبت تمام فكيف تريد الأطفال أن يتعلموا من هذه النبذة أعتقد ربما أنا كانت ربما كان سقف توقعاتي يعني عاليا ويعني ربما أو أكيد أن ما تتفضل به يعني حقيقة واقعة أنا فقط ربما لم تصل للفكرة أو لم يسعفني هو الحقيقة ربما أنجز هذا الديوان ربما على عجالة وأنا في طور إن شاء الله يعني تطويره وحتى أخي إبراهيم قال لي لماذا لم يكن لا تكن كل قصيدة على بحر نعم حتى تكون 16 قلت له هذا مشروع سنتين على الأقل يعني يريد منك أن تكتب على كل البحور تمام وهو تحدي كبير لم يكتب على كل بحور تمام شراء الكبار بالضبط يعني تتحقق له الغايات في البحور البابية تمام بالضبط يعني البسيط والوافر والكام والطويل فأنا فقط أردت أن أنقل فكرة واحدة فقط فربما لم تصل كما تفضلت وهي يعني أنا طبعا أقرأ وأتذوق الشعر الحر والمرسل والمنثور ولكني دائما يعني عندما أقرأ نصا غير عمودي أقول في نفسي أتمنى لو أن هذا الكاتب أو الكاتب أو الشعر يعني عنده إلمام بالموسيقى وبالتالي يجمل يعني حتى الشعراء المشهورين الذين يكتبون العمو الحر يدخلون الأوزان فأنا كانت فكرتي فقط التقطيع أن كيف تقرأ كما نقرأ النوتة الموسيقية كيف نقرأ البيت يعني بمعنى نقول مثلا لما نقول لا نقول قفى قفى نبكي من قفى نبكي من ذكرى حبيبي نعم نقول قفى نبكي حتى حسب التفعيل قفى نبكي تشبك الكلمات من قفى نبكي من وهكذا فتشوف كيف الكلمة الواحدة تقطع من النوت هذه فقط كانت فكرتي هي رسالة رسالة وغاية طيبة شكرا لك الله يبارك فيك الشاعر والطبيب الأردني البروفيسور صالح الدسوقي شكرا لك على هذا الحوار الممتع ونتمنى أن نطلع على كتب ودواوين أخرى لحضرتك ونتفاعل في المشهد الثقافي شكرا لك الله يبارك فيك شكرا لكم شكرا لك أستاذ محمد وشكرا لقناتي الرافدين على استضافتي وهذا شرف عظيم لي وشكرا لكم الشرف لنا والسرور حياك الله حياك الله أعزائي المشاهدين حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة